ما إن بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد أَفَلَا تَعْكِلُونَ هَا أَنْتُمْ هَا أُولَاءِ حَاجَجَتُمْ فِي مَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ فَلِمَا تُحَاجُّونَ فِي مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٍ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصُرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته